اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان النمو المتسارع الذي تشهده الحركة الاستثمارية من خلال ما ينفذه القطاع الخاص من مشاريع كبرى يعد تجسيدا عمليا للاستفادة من مقاومات البيئة التنافسية الجانبة التي تتمتع بها مملكة البحرين في ظل مسيرة الخير والنماء بقيادة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واوضح معالي ان مملكة البحرين وعلى مدى الاعوام الماضية والتي نحتفي بها هذا العام على وجه الخصوص بليوبيل الفضي لذكرى تولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقالد الحكم قد باتت تعرف كوجهة رئيسية ومفضلة على مستوى المنطقة وذلك راجع إلى موقعها الاستراتيجي وريادتها كمركز اقليمي للتجارة والسياحة والاعمال علاوة على ما توفره من فرص مختلفة الأمر الذي يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تتخذ من المملكة مركزا لها أو منطلقا للتوسع في نشاطاتها جاء ذلك لدى تفضل معاليه يرافقه عدد من أصحاب السعاد الوزراء ومحافظ محافظة العاصمة بتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة مجمع الأفنيوز البحرين ولدى وصول معاليه إلى مجمع الأفنيوز البحرين كان في الاستقبال السيد وليد الشريعان عضو مجلس إدارة شركة الصروح للإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المباني الكويتية والذي أطلع معاليه على مكونات المشروع في مرحلته الثانية ومرافقه المرتقبة التي تم تصميمها بأسلوب معماري مستوحى من مفاهيم حديثة ومتنوعة ونسب تقدم الإنجاز فيه والتي بلغت 75% من أعمال البناء حتى الآن وأشار معاليه خلال الجولة التفقدية إلى أن مجمع الأفنيوز البحرين في توسيعته الثانية سيضيف بعدا جديدا للحركة التجارية والسياحية في مملكة البحرين من خلال ما يحتويه المجمع من مرافق تركز على هذين القطاعين الحيويين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين علاوة على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية لجميع مرتاديه وذلك بما يعود بالنفع وبشكل مباشر على مجمل الاقتصاد الوطني كما لفت معالي إلى ما يمثله المجمع من استثمار ناجح وأمثل الموارد البلدية على المدى الطويل لا سيما وأن المشروع في كافة مراحله يستند في تنفيذه إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة ترفيهية عائلية مفتوحة مطلة على منطقة خليج البحرين والتي تتمتع بواجهة بحرية عصرية متطورة المعالم ومتكاملة المرافق والخدمات وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونها المثمر في سبيل إنجاز المشروع في موعده المقرر له والذي سيكون بتجشينه إضافة جديدة للمنجزات التي تشهدها مملكة البحرين على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة من جانبه أكد ساعدة المهندس وائل بن ناصر المبارك أن الاستثمار الأمثل في أملاك البلديات يقدم إضافة مهمة على صعيد الخدمات والحركة التجارية في مملكة البحرين والتي من بينها مشروع مجمع الأبنيوز البحرين بدوره أكد السيد وليد الشريعان أن تشهيد المرحلة الثانية من مشروع مجمع الأبنيوز البحرين دليل على متانة اقتصاد مملكة البحرين تعد المنشآت السياحية رافدا مهما للاقتصاد الوطني ومن بينها المجمعات التجارية التي تشكل تجمعا مهما لجميع أفراد العائلة جهود دقوبة ورؤية ممنهجة تم على إثرها استقطابوا وإنشاء العديد من المشاريع في ظل دعم حكومي كبير جعل من البحرين وجهة سياحية مثل بين الدول لنشهد اليوم الأعمال الإنشائية من المرحلة الثانية لمشروع توسعة الأبنيوز البحرين المرحلة الأولى خلصت قبل 2018 المرحلة الثانية فكرنا فيها بعدين وهي توسعة للمرحلة الأولى أو المجمع المرحلة الأولى تشمل 120 أو 122 محل المرحلة الثانية تشمل 240 محل المساحة التأجيرية في المرحلة الأولى 38 ألف متر مربع المرحلة الثانية 43 ألف متر مربع تشمل محلات ترفيه للأطفال في صالة تزحلق تشمل هايبر ماركت تشمل فندق بس الفندق ما رح يخلص الحين وتشمل عدة محلات ومطاعم إن المرحلة الثانية لمشروع توسعة الأبنيوز البحرين توجه تبصره عين الرؤية الاقتصادية 2030 لتشمل بذلك مساحة قابلة للتأجير ومنطقة السوق كما ستحتوي على مناطق ترفيهية أخرى نحن بدأنا بتوسعة المشروع بالعام 2022 والحمد لله ماشيين حسب المخطط المشروع وحاليا نسبة الإنجاز تجاوزت 75% التوسعة بتشمل نفس مساحة تأجيرية الإجمالية للقسم الحالي تقريبا 40 ألف متر مربع ومع التوسعة 40 ألف ثانية 40 ألف متر مربع ثانية فالإجمالي بيكون تقريبا 80 ألف متر مربع التوسعة بتشمل خمس مناطق رئيسية منطقة الفورم التي تواجد فيها محلات التجزئة والممشي الرئيسي اللي هو القراند أفنيو منطقة البلازا التي تواجد فيها الآيس رينغ أو حلب التزلج والمنطقة الإلكترا مع السوبر ماركت والجزء الأخير اللي هو السوق القديم اللي بيعطي الطابع البحريني إن توسعة مجمع الأفنيوز البحرين إشارة إلى ما تحققه المجمعات التجارية في مملكة البحرين من نمو جعل منها أن تكون أحد المقومات الاقتصادية المهمة التي يجب أن يتواصل الاهتمام بها عبر تطوير الأنظمة المساندة لنموها بما يواكب روح التجديد والابتكار المرحلة الثانية من مشروع توسعة الأفنيوز البحرين سيسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي للمملكة باعتبار أن المجمعات التجارية تشكل دعما كبيرا للقطاع السياحي ولما يتميز به مجمع الأفنيوز أيضا من موقع مهم في العاصمة المنامة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين